اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ذي القلم وعن جميل أن نتوقي لقاء ثلقافيا على أرضية الكتب وثلقافة وأنا حقيقة سعيد جدا بمجرد هذا النشار وأشكر مدير التروية والتعليم وعلى رأسها أخي الحبيب صنعات الجمال طبعا نحن في مدير التروية والتعليم هناك العديد من النشاطات التي نقوم بها من أجل توسيع الفكر والتثقيف لدى أبنائنا الطالبة ومن أهم هذه الفعاليات والفعاليات مهمة جدا لدينا الاهتمام بالكتاب وخصوصا الكتاب التثقيفي والكتاب الذي يكون خارج إطار الكتاب المدرسي لاحظنا في الأون الأخيرة تعود أبنائنا على الابتعاد عن الكتب واستخدام التكنولوجيا الحديثة فقط لإخراج المعلومة أو تتبع المعلومة وهذا الأمر قد يؤدي في المستقبل إلى أمور سلبية وإلى ضياء للمعرفة وعدم التثبت من المعلومة بالشكل الحقيقي إذن هذه الكتب التي تفيض بها المكاتب في كل دول العالم هي عبارة عن تأريخ لإنجازات الإنسان في كل المراحل التي مر بها يحيرنا الغموض الذي يحيط بنا ما يدفعنا إلى البحث عن المعرفة من خلال الكتب اليوم نقوم بعمل معرض كتاب بالتشارك مع بلدية الخليل هذا المعرض يستمر لمدة أربعة أيام طبعا تتخلى لهذا المعرض أيضا فعاليات أخرى يشارك فيها مسرح نعم وحكاية شعبية وأيضا يوجد إطلاق كتاب للكاتب الفلسطيني محمود شقير المعرض يشارك فيه الطلاب المدارس المعلمون المعلمات يعني إن شاء الله يحقق الهدف من إيجاد فعلا جيل قارئ وجيل ناشئ وواعي على ثقافته وعلى فكره موسيقى 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 اشتركوا في القناة